أيضا رئيس الأهلي أحمد الصيغ سأل الزميل وليد الخضير عن تجديد التعاقد ماذا قال الحمد لله والشكر الله أحب ببارك لجميع الجماهير الأهلاوية ألف مبروك لكم ألف مبروك لللاعب ألف مبروك لنا جميعنا الحمد لله والشكر لله الله أعطي العافي اللاعب ابن الأهلي وولد الأهلي ومستحيل يعني كان يخرج من الأهلي الفضل لله ثم الفريق العمل فريق عمل كامل الحمد لله قام بالفوضات في سرع وقت وخلصها وانجزها الحمد لله في وقت قياسي قلت لك الحمد لله فريق عمل متكامل الحمد لله والشكر لله أنجز الصفقة في ساعات معدود الحمد لله والشكر لله وصل اللاعب اليوم الحمد لله جدا خلال ساعات الحمد لله تمت الصفقة كل الشكر والتقدير لفريق العمل كل الشكر لبيئة الأهلي الجاذبة سواء اللعبين سواء جماهير سواء إدارة سواء فريق عمل متكامل منظومة متكاملة كل الشكر لها لأنه هذه المنظومة هي التي تساعدنا دائما البيئة الجاذبة هي التي تساعدنا للتوقيع مع اللاعب في أسرع وقت تجذب الناس لنا مع العلم أنه كانت فيه مفاوضات شرسة من أندية كثير بعروض أسعار يعني ممكن فيها كم عرض فاق النادي الأهلي بس اللاعي فضل النادي الأهلي كل الشكر له وإن شاء الله رب يوفقه له مستقبل كبير بإذن الله تعالى في النادي الأهلي الحمد لله والشكر لله جميع الصفقات تمت بإرادات النادي الأهلي والفضل الله وحده يعني من مداخل النادي الأهلي من دارة النادي الأهلي هي اللي جالسة تصرف على مزبوط الكلام ده صحيح حلو طيب العبسي ثلاث سنوات كمان محمد الربيعي أربع سنوات أربع سنوات أخر التفاصيل ما بينكم وبين إدارة نادي التعاون بخصوص العبسي الآن بإذن الله بنتفاوض معهم على أساس أن نسجل اللاعب ونتفق معهم على مدة الستة شهور أو الخمسة شهور المتبقية في حقده هل أنه في شرط أنه مثلا يقول لك لا لاعب يعارم النادي الأهلي بحيث أنه نوافق على فترة ستة شهور لا 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 غير صحيح بالعكس إدارة نادي التعاون برأس الأخل الأستاذ محمد القاسم الحمد لله إلى الآن إدارة متعاونة معنا والتعامل بناتنا الحمد لله ماشي والمفاوضات ماشي بطريقة إيجابية الحمد لله